بهدف حماية أفضل للطفل والأممان شاركت جمعية ندا في أشغال اللجنة البرلمانية للصحة لمناقشة قانون الصحة الجديد عرضت اقتراحات وقدمت ملاحظات من منطلق تشريح واقع الصحة المريض في مقدمتها تحسين نوعية العلاج والاختلال في توزيع المؤسسات الاستشفائية بين الشمال والجنوب معظم في اللجنة ورح نتبعهم بعد كل المقترحات ووصولها إلى المسادقة النهائية من ناحية الإصلاحات المعمقة جد مقبولة نظام التعاقد نظام الاستاتياليزي تابلسمن التنوع في المداخل المالية بالموقع الإصلاحات المتابعة والتمع على الجامع exponential كل الم Messiah الم pubتح من الخاص بالج والأشخ분 المتابعة والتقيم الثقتم بالخيط مع هذا سيستم، مع التقليد، مع التقليد، مع التقليد، مع التقليد والإمكانيات، هل يمكن أن يكون هذا المشكل؟ لأننا نجد أن أكثر من 60% السنوات المتحدة في النور، وليس في النور، وليس في النور، وليس في النور. القانون الجديد أسس على مبدأ التعاقد بين وزارة الصحة والضمان الاجتماعي الذي يتكفل بتغطية العلاج، وبالمقابل ضرورة التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع حتى المعوزين كما أكد على عدم المس بقاعدة مجانية العلاج في الجزائر. القانون جال لكل شعب الجزائر، ماشي لفئات على فئات، مهما كان الوضعية الاجتماعية غني أو فقير، مهما وزا، ما عند أشمى داخل تتقرب من مصالح وزارة التضامن حتى تتحصل على التأمين، والدولة هي اللي تدفع للتأمين الاجتماعي كل المصاريف الخاصة بتأمينهم. الوقاية وموضوع التحسيس ضد كل مخاطر اللي ممكن تهدد الحق في الصحة للأطفال والعائلات انتحهم. الجمعية تحفظت على بعض البنود، وتمنت بعضها الآخر من قانون الصحة الجديد من أجل تكاتف الجهود والتعاون بين المجتمع المدني ووزارة الصحة لإصلاح هذا القطاع الحساس الذي يهم كل شرائح المجتمع.